متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة بعد اعلان كلينج اي عن الاصدار الثاني او كلينج 2.0 حبينا ان احنا النهاردة نعمل مقارنة ونشوف نتيجة من نفس الامر اللي بينتجها فيو 2 من جوجل وايضا كلينج 2.0 ونشوف اي من هذين نمازج نقدر نقول هو الافضل على الاطلاق يلا بينا اولا حبتدي ان انا اروح على جوجل اي ستوديو وحب اقولكم ان جوجل اي ستوديو دلوقتي الايكون اللي ناس كتير كانت بتقولي في التعليقات مش موجودة اصبحت متاحة عند ناس كتير وظهرت اللي هي الفيديو جان الفيديو جان موجود دلوقتي فاردتوا لي في التعليقات هل المتابعين اللي لسه ما ظهرش عندهم فيديو جان ظهر ولا لا اتمنى اسمع ردكم في التعليقات حبتدي اروح على فيديو جان وهنا حبتدي احط الامر اللي انا عايزة انشئ بالفيديو طبعا فيه إمكانية أن أنت ترفع صورة وتستخدم هذه الصورة في عمل الفيديو أنا هنا هبتدي من الأول خلص بالأمر هنا الاسبكت ريشو بتاعتك 16 لتسعة وتسعة لستاشر النمبر أوف ريزولز هي واحد واثنين يعني هو ده المتاح لحد اتنين فقط أنا هنا ممكن أخليه اتنين هنا الفيديو ديوريشن مدة الفيديو عندك خمس ثواني وست ثواني وسبع ثواني وتمان ثواني أنا هخليه خمس ثواني هنا بالنسبة لي لأن أنا هنتجه بيكلينج 2.0 خمس ثواني عشان تبقى المقرنة إلى حد المائي يعني عادلة هنا الفريم ريت والريزولوشن مايفيش فيهم تغيير لست كامينجسون عملية التغيير فيهم وهنا الناجاتف برومت لو أنت مش عايز أي حاجة ما تظهرش فيه الفيديو تقدر أن أنت تكتب هنا هنا أنا هبتدي أن أنا أدوس رن وأبتدي أشوف النتيجة طبعا الضغط كبير عليه فلازم تستنى أكيد حيخد وقت شوية عن المعتاد لأن دلوقتي هو زي ما قلت لك الفيديو جان ظهر عند ناس كتير جدا فحتلاقي استخدام بيوتو وبشكل مجاني من خلال جوجل آي ستوديو ناس كتير خلاص بدأت أننا تستخدموا من خلاله تم إنتاج الفيديوهين تعالى نبص على الفيديو حكبر الشاشة شوية طبعا أنا كنت عايزة سينيماتيك سين مشهد سينيمائي هعمل بس download عشان نشوف فول سكرين قدامنا مشهد سينيمائي وأنا اللي طلباء بهذه المواصفات طبعا أنا بقول شات جي بي تي أنا عايزة إيه ببيزيك برومت أو أمر بسيط وهو بيزديني هذا المشهد دي أول فيديو تعالى نشوف الفيديو الثاني أيضا هعمل له download أنا قلت له مش عايزة أي براند يبان يعني اسم براند يبان على العربية بصوا الجميل بصوا الحركة حاجة في منتال جميل بصراحة هاخد نفس الأمر واروح بيه على fling 2.0 عشان أشوف النتيجة بتاعت الفيديو عشان أقدر أقارن ما بين الاتنين يلا بينا رجعنا مع cling AI وcling AI عشان أستخدم cling 2.0 مستر مش موجود في الخطة المجانية وطبعا دي أول ميزة دي فيو تون أنت تقدر تستخدمه بشكل مجاني داخل جوجل i studio حتى لو كانت الresolution بتاعته 720 بيكسل فهو أيضا ممتاز جدا هنا حبتدي إن أنا أحط الأمر اللي هو نفس الأمر مش حلع فيه خالص هسيبه زي ما هو وحبتدي أختار 5 ثواني 16 لتسعة وحبتدي أدوس generate عشان نشوف النتيجة بتاعت الفيديو عشان أقدر أقارن ما بين النتيجتين طبعا حيثت إن هو يبقى في الخطة المجانية يعني أنا شايفة إن هو كان ممكن يسمح حتى بمرة في الخطة المدفوعة ولكن هنشوف النتيجة أعتقد إن هو مكلف فمش هيقدروا إن هم يحطوا في الخطة المجانية أيضا لحد بس ما يتم إنشاء الفيديو حابة إن أنا أنوح عن حاجة Genis Park AI للأسف كنت قلت قبل كده إن فينا مازج كتير تقدر تولد بيها فيديو داخل Genis Park AI Kling 1.6 لو جيت جربت حتى تستخدم Kling 1.6 حيحط Watermark ويقولك إن أنت عشان تعمل download لازم تكون في البلاس فKling 1.6 كمان دلوقتي اللي كان بيخلص 166 نقطة في Kling AI ويروح لأي موقع من الموقع اللي بتستخدم هذا النموذج في إنتاج الفيديوهات أصبح فيه يعني تقييد كبير جدا على استخدامه لأنه مكلف دلوقتي حنشوف النتيجة ونقارن ما بين وما بين VO2 ده الفيديو حبتدي أعمله download الحركة حلوة يمكن الشخص اللي جوه يعني مش باين تفاصيل وقوي ماشي تمام مفيش مشكلة ولكن أنا شايفة أن VO2 أفضل مش عارفة إيه رأيكم أتمنى أسمع رأيكم ودي وجهة نظري أنا ما زلت شايفة أن VO2 أفضل في النتيجة يعني ممكن دلوقتي ناخد الأمر نعمل فيديو 1.6 عشان نقدر نشوف هل 2.0 في فرق كبير بين 1.6 ولا لا هنا الحركة هما كانوا قالوا الحركة فيها stability كده الحركة وثبات داخل الفيديو ما فيش بقى أي حركة كده غريبة لكنا بنشوفها في فيديوهات الذكاء الاصطناعي تعالوا كده نبص على 1.6 حطيت نفس الأمر المرة دي بس اخترت 1.6 سيبت كل حاجة زي ما هي اخترت البروفيشنال اللي هو الVIP خمس ثواني من 16 لتسعة هنشوف النتيجة بي الكلينج 1.6 تمي انشاء الفيديو بال 1.6 ده الفيديو تمي انشاءه بال 1.6 هعمله داونلود عشان تشوف فول سكرين الفيديو حلو ايضا بال 1.6 ولكن لو احنا بصينا على الفيديو السابق هنلاقي الألوان الكونترست والألوان الريفليكشن بتاع الأضواء الانعكاز بتاع الأضواء مهتمين بشوية تفاصيل أفضل من وجهة نظري من 1.6 ايضا فيه انعكاز كويس لسه انا حاسة ان الالوان او الكونترست التباين في الالوان في حالة 2.0 افضل لو رجعنا بقى الفيديو زي ما انتو شايفين كده هتلاقيوا ايضا ان الفيديو هو الافضل من وجهة نظري اتمنى اسمع رأيكم في التعليقات هل في فرق كبير ما بين 1.6 2.0 في انتاج الفيديو هل V2 افضل من 2.0 اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد حاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فارغ ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولكنت بيشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يمسلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته